السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلمين ان هما يهجوروا الصلاة وان ما دام القلب عمران والحمد الله القلب ابيض والدنيا حلوة خلاص ما همنيش بقى ان انا صلي او ما صليش قلنا لا يا جماعة الصلاة عماد الدين فمن اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين دي الركن الاعظم بعد الشهادتين علشان كده فتحنا الكتالوج المرة اللي فاتت وعدنا نقول حاجات كتير او جميلة عن الصلاة تحانو نكمل النهاردة عشان نسخن كل اللي قاعدين قدامنا اللي ما بيصليش يقوم ويسجد بين ايدين ربنا علشان يقرب ويسجد واقترب اخوي وحبيبي يقينا الصلاة هتنهاك عن الفواحش وعن اي شيء يغضب ربنا قال جل وعلا واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذلك لما ذكروا للنبي ان في واحد بيصلي طول الليل فاذا اصبح كان بيسرق فقال ستنهاه صلاة فعلا هتنها صلاة اخوي وحبيبي اللي يحافظ على صلاة بيحفظ دينه كله كان عمر بن الخطاب لي جملة كده معروفة وحلوة جميلة كان بيقول ان من اهم اموركم عندي الصلاة فمن حفظ الصلاة فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة ولذلك كان سيده وعمر كان بيصلي وهو بينزف جرحه بينزف دمه هو عمال بيصلي رضي الله عن وارضان اقول لك حاجة حاجة بالقلبي هو واحدة ليه ما بنحفظ على الصلاة يا جماعة ده في حاجات كتير جدا في حياتنا محفظين عليها بمواعيد دقيقة جدا الفطار بموعيد والغدى بموعيد والشغل بموعيد حتى الناس اللي بتروح المسرح يقولك لابد من الحضور قبل رفع السطار بربع ساعة حتى المطشات اللي في الاستاد وفي النوادي الناس بتروح قبل المطشة بتلات اربع ساعات في حياتك اليومية يعني بعض الناس تلاقيه بيجمع الصلاة الخمسة في اخر اليوم او يجمع الصلاة الاسبوع كل مرة واحدة مع ان هو لو قدمت له اكل بيت من المبارح مش هيكلها الا زكاة طبعا ملخية او بابية بتبقى جميلة لما بتبقى يعني المهم في الموضوع ان هو ما بيحفظ على وقت الصلاة مع ان ربنا قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا اخويا وحبيبي نفسك تفوز برحمة اكيد طبعا اللي بيصلي هيترحم قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقطون الزكاة ويطيعون الله ورسول اولئك سيرحمهم الله الله اكبر هتفوز برحمة ربنا لو صليت اخويا وحبيبي لو نفسك ترحم ابوك ومك صلي عشان ربنا يكرمك بيهم لو نفسك ترحم اولادك صلي عشان ربنا يحفظك فيهم اخويا وحبيبي الصلاة كفارة للذنوب والخطايا لو نفسك ربنا يغفلك ذنوبك اللي فاتت وخطاياك اللي فاتت صلي ويسجد من الايام كما عند مسلم ان واحد من الصحابة اصاب قبلة من امرأة فرحل النبي يسأله عن كفارة القبلة ديت فالنبي عليه السلام جاء وقت الصلاة صلاة العصر فقال له صلي فصلى معهم فلما خرج قال له لقد نزل قول الله عز وجل واخرم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فقام رجل قال يا رسول الله الي خاصة الحاجة ديت لي انا الوحدي قال لا هي لمن عمل بها من امتي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن مجتنبت الكبائر يا سلام من رمضان لرمضان يتغفل لك كل ذنوبك طول ما انت محافظ على الصلاة الخمسة وما دمت بتكتانب الكبائر ربنا يغفر لك كل الصغائر ربنا يكرمنا ويكرمكم ويغفر ذنوبنا واستر عيوبنا عايز تفوز بعهد بالمغفرة في الدنيا وفي الاخرة العهد ده موجود للمصلين قال صلى الله عليه وسلم ما تصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم الحديث البخاري المسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسر فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرنه شيء تبقى اي شيء من الاوساخ او من القذرات قالوا لا يا رسول الله لا يبقى من ضرنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا عايز ترغم انف الشيطان اللي زين لكتير من الناس انهم يسيبوا الصلاة صلي واسجد باليدين ربنا قال صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا سمع اخد بالك بقى اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد قال الشيطان وهو يبكي ولا الشيطان واعتزل وهو يبكي ويقول يا ويلتي امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار فانت بكده بترغم انف الشيطان كلما بتسجد سجد للواحد القهار سبحانه وتعالى نفسك ربنا يوسع رزقك عليك بالصلاة قال جل وعلا وما خلقت الجنة والانسة الا الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو الكوة المتين تستشعر من الاية ان الصلاة من اسباب الرزق بل ان ربنا سبحانه وتعالى اخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ان المال والرزق لما بينزل بيكون الهدف الاساسي منه هو ان انت تعبد ربنا بالمال بوة قال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قال حديث كتسي والحديث رأى احمد بسند صحيح قال جل وعلا ان انزلنا المال لاقام الصلاة وايتاء الزكاة هذا يعيد لك الحديث ثاني قال جل وعلا ان انزلنا المال لاقام الصلاة واييتاء الزكاة يا سلام يعني كأن ربنا بيعطيني المال عشان عبوده طبعا غبيReadocaو البيعطيك المال عشان تعصاه بيعطيك المال عشان يعينك على الطعو يعينك على العبادة يعينك على اعباء المعيشة عشان تتفرغ للسجود بين يدي الله والعبادة الله سبحانه وتعالى وعايز اقول لك كلمة بقى خلاها في ودانك لو كان في حد في الدنيا يجوز انه يسيب الصلاة كان اولى الناس بالموضوع دوت المجاهد اللي بيجاهد في سبيل الله اللي متعرض من يتقتل في اي لحظة كان من حقه يسيب الصلاة ورغم ذلك تخيل ربنا ما عذروش وعمل له صلاة مخصوص اسمها صلاة الخوف هبقى اشرح لكم مرة والمريد اللي نايم على فراشه لو كان حد يعذر المريد يعين اللي بيتأوه ويتألم ده يعذر ويسيب الصلاة لكن لا ما بيعذرش يصلي كيفما استطاع يقدر يصلي وقف يصلي مش قادر يصلي قاعد مش قادر يصلي على جنبه مش قادر يتوضى يتهمم في كل الاحوال لازم يصلي ام المين اللي بيعذر في ترك الصلاة فقط المرأة اذا كانت حائضا او نفساء تخيل او اذا كان انسان مجنون رفع عنه خلاص او اذا كان طفل صغير ده ما يرفع عنه القلم او اذا كان انسان مجنون او نائم الناس دول بس المعذورين انما ما دمت انسان صحيح سوي عاقل بالغ لابد ان تصلي وان تسجد لله سبحانه وتعالى المصلي لما بيصلي بيبقى طول اليوم في حفظ ربنا وكلائة ربنا سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله يعني في عهد الله وامان الله وحفظ الله ده اللي بيصلي الصبح بس واماللي اللي يصلي الصلاة الخمسة ولذلك مرة طفل بيقول لو والده اين قال له يا والدي انا سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في حفظ الله بالله عليك يا والدي تصحييني للصلاة الفجر وإلا والله لو ما صحتنيش ما نرشى واحد المدرسة قال له حاضر يا ابني فالراجل ما رضيش يصاحبنا تاني يوم قال له يا ابني اصح روح المدرسة قال له مش رايح انا قلت لك تسخلينا صلي الفجر عشان نروح معاك قال له طيب جي اليوم اللي بعده رحم الصحيص صلى الفجر ورجع البيت كان لقمة ولبس عشان نروح مدرسته قدر ربنا ان الطفل وصل للمدرسة متأخر ربع ساعة فالمدرس رح يزنبه هو وخمس اطفال تانين عشان يضربهم على التأخير فضرب الاولان والتاني والتاني والرابع والخامس وجي يضرب الطفل ده قال له مش هتقدر تضربني يا استاذ قال له ليه يا ابني قال له لان انا الان في حفظ الله انا صليت الفجر في جماعة وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبحة فهو في زمة الله فانا الان في زمة الله تقدر تضربني قال له ما اقدرش واضح فانت في حفظ الله سبحانه وتعالى اخوي وحبيبين خد السمرة الجميلة دي اللي بيقعد ينتظر الصلاة بس واحد دخل المسجد لسه ما وقمتش الصلاة وهو قاعد منتظر الصلاة يعتبر كالفارس المجاهد فكيف بمن يصلي ايه الدليل خد الدليل حديث روى احمد والطبران في كبير بسنات حسن ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله وهو في الرباط الاكبر ده اللي بينتظر الصلاة فكيف هو يصلي خد الثمر اللي بعد كده طول ما انت قعد منتظر الصلاة الملايكة الملايكة تدعو لك وتستغفر لك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ان احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه تلمه اعج ما استني الصلاة فهو في صلاة تقول الملايكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من مكانه او يحدث يا سلام نفسك تكون من الصديقين والشهداء اكيد اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ارأيت ارأيت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت الصلوات الخمس وقديت زكاة مالي وصمت رمضان وقمت فممن انا قال من الصديقين والشهداء الصلاة سبب لعودة النصر للامة نفسك ربنا ينصرنا نفسك ربنا ينصر المسلمين في كل مكان صلوا يقول جل وعلا وقال الله اني معكم بس بشروط لان اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة معناها انا معكم بالنصر هتفوزوا بمعية الله ونصرة الله بس بشرط لان اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة فاذا فتح الله عليكم فاول حاجة واعظم حاجة تقدمها هي الصلاة الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة تعال انكمل كتالوج الصلاة الجميل وثمارات الصلاة الجميلة بس بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا واسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يدع خيرا الا وقد امرنا به ولم يدع شر الا وقد حذرنا منه حذرنا منه صلى الله عليه وسلم اخوه وحبيبي تعالى نكمل ونفتح الكتالوج بسرعة الصلاة ممكن بل اكيد هتكون من اسباب حسن الخاتمة قال صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه وانتوا فاكرين ان الشيخ كيشك الله يرحمه مات وهو ساجد ودي حاجة شخصية بقى وام الله يرحمها ماتت وهي تصلي ربنا يرزقنا اياكم يعني ميتة الحسنة واحنا سجود بين يدي الله سبحانه وتعالى اخوه وحبيبي نفسك تقرب من ربنا نفسك تقرب اكتر واكتر وازجد واقترب قال صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نفسك تقرب من نبينا نفسك تكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم النبي كما عنده مسلم لما سأل ربيع بن كعب قال له سنشان يا ربيع قال اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال اوى غير ذلك قال هو ذاك مش عايز غير كده قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فانك لا تسجد سجدة لله الا رفعك الله بها درجة في الجنة اخوه وحبيبي الصلاة من اسباب النجاه من عذاب القبر قال صلى الله عليه وسلم ان الميت اذا وضع في قبره انه يسمع خفقن عليهم حين يولون فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسي وكان الصيام عن يميني وكانت الزكاة عن يساري وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان الى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسيه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل تخريج الحديث الشيخنا تخريج الحديث عند ابن حبان والحاكم بإسناد حسن الصلاة امنية الاموات الناس اللي ماتت امنية حياتهم انهم يرجعوا الدنيا مش عشان يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا ويتفسحوا امنيةهم يرجعوا الدنيا عشان يصلوا انت عايش صلي عشان ربنا يكرمك يقولوا صلى الله عليه وسلم كما عند ابن وعين بإسناد صحيح قال قال ابو هريرة مر النبي على قبر دفن حديثا واحد لسه ميت قريب فقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهم هذا في عمري احبوا اليه من بقية دنياكم بيقولوهم ركعتين خفاف يطلع من القبر يصليهم ويرجع تاني احسن عنده من الدنيا بتاعتك دي كلها سبحانك يا ربي يوم الايامة لما ربنا حسبك وتقب بين ايدي لو الصلاة اتحسبت عليها وكانت صالحة كل اعمالك هتتيسر وهتعدي ولو الصلاة كانت غير كده كل الاعمال اللي انت عملتها هتضيع قال صلى الله عليه وسلم كما عند التبراني في الاوسط باسناد صحيح اول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة فاذا صلحت صلح سائر عمري واذا فسدت فسد سائر عمري الصلاة نور وبرهان ونجاة يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور هتكون نور ليك في حياتك ونور في قبرك ونور يوم الايامة بشر المشائين بالظلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة حتى الناس اللي هيتطلع على الصلاة المؤمنون والمنافقون لما انطفق نور المنافق ويفضل نور المؤمن زي ما هو فالمنافقون بيقول المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ده نور الايمان والعمل الصالح والصلاة اللي احنا صلناها في الدنيا روحوا ارجعوا للدنيا وصلوا مرة تانية عشان ترجعوا واتلقوا الصلاة منوركم الطريقة على الصراط اخويا حبيبي الصلاة سبب عظيم جدا للنجاه من النفاق ومن النار قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله اربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار الصلاة هتحرم جسدك على النار قال صلى الله عليه وسلم من صلى او من حافظ على اربع اربع ركعات قبل الظهر واربع بعد الظهر حرم جسده على النار قال صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الفجر والعصر قال لن يلج النار احد صلى قبل طروع الشمس وقبل غروبها وقال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة النار حتى لو المسلم كان من وساط الموحدين وعيازا بالله دخل النار عشان يتعاقب على زنوبه كل حتة في جسمه كل حتة في جسمه ممكن يصبها النار الا مواضع السجود فكما ورد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر عن شفاعة المؤمنين لاخوانهم البعض فيأذن المولى عز وجل لهم في ان يدخلوا ويخرجوا اخوانهم فلا يعرفوهم الا بآثار السجود لان الله حرم على النار ان تأكل آثار السجود الله اكبر سبحانه الملك الصلاة سبب لدخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم صلاة في اثر صلاة لا لغوة بينها كتاب في عليين قال صلى الله عليه وسلم ما من احد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل فيهما على الله سبحانه وتعالى يقبل بقلبه ووجهه عليهما الا وجبت له الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة لكن اعلى لزة واجمل لزة لا تخطر على قلب بشر ان النبي ربط ما بين الصلاة وما بين النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى فقال اين قال كما في الصحيحين انكم سترون ربكم كما ترون هذا القبر لا تضامون في رؤيته كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هنجدد الباعة مع رسول الله وهنصلي واحد يقول لي بس في بعض الشبهات وبعض المشاكل عايزينك ترد عليها في عجالة على عين وعلى راسي ايه الشبهة الاولى واحد بيقول انا مش بصالل ان الصلاة تقيلة جدا اقولك يخففها عليك ثلاث حاجات انك تعلم ان انت عبد ولازم تسمع كلام ربنا وانك تعلم ان هيك كانت خمسين صلاة وبقت خمسة بأجر خمسين والحاجة الثالثة ان انت تستعين بالله وهو هيعينك على ان انت تصلي الشبهة التانية بيقولك مش مهم الصلاة وكفاء ان بحب الخير للناس اقول له لو كنت صادق كنت صليت وحبيت الخير لنفسك فطالما انت ببتحبش الخير لنفسك لا يمكن تحبه للناس الشبهة التالتة بيقول له المشكلة ما عنديش وقت والله يعني انا فعلا مش فاضي اقول له يعني فاضي تأكل وتشرب وتدخل حتى الخلاء ومش فاضي تسجد بين يدي رب الارض والسماء بتهيلي صعب قوي الرابع بيقول المشكلة ان عارف الناس بيصلوا وبيسرقوا وناس بيصلوا وبيرتشوا وناس بيصلوا وبيكدبوا اقول له معاك حق فعلا فيه ناس كده بالمنظر ده طب ما ايه رأيك فكرة حلو قوي ما تيجي بقى تصلي انت بقى وتوريهم بقى الصلاة اللي على الاصل وتوريهم اخلاقيات المسلم كيف تكون وتوريهم اخلاقي المصلين كيف تكون ويبقى انت كده قضوة لغيرك يختدوا بيك ويتعلموا منك اللي بعد كده بيقول لك مادام القلب ابيض ايبقى خلاص احنا مش حاجة ان احنا نصلي اقول له يعني يكون قلبك ابيض من قلوب الانبياء ده الانبياء كلهم كانوا بيصلوا والصحابة كانوا بيصلوا والتابعين كانوا بيصلوا حال عايز تقنعن ان قلبك ابيض من قلوبهم وعموما لو كان القلب ابيض فاكيد لازم الجوارح تبقى هي كمان بيضة وتسمع كلام ربنا وتنقض لامر ربنا لان نبينا قال لنا اذا ان في الجسد مضغى اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله بيقول المشكلة ان انا كلما بصل بتحصل لمصايب كتير جدا اقول له ده ابتلاء واختبار وارجع وشوف كلام النبي وشوف حياة النبي اديه ابتلي النبي وقال اشد الناس بلاءا الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على قدر ديني فكلما بتزداد طاعة وكلما تزداد ايمان كلما بيزداد البلاء عشان ربنا يرفع درقتك ويغفر ذنوبك واحد بيقول المشكلة ان امام المسجد بصراحة بيطول لحد اما اخنوق مش قادر اصلي وراء اقول لك بسيط الحل في اتنين اما ان انت تبحث عن امام المسجد تاني ما بيطولش واما ان احنا نوجه نصيحة لأئمة المساجد وقول لهم يا جماعة حاولوا تخفوا شوية على الناس وبلاش التطويل عشان الناس تقدر تصلي يعني النبي على السلام ده مش كلامي ده كلام النبي والحديث في البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحة قال من ام بالناس فليخفف فان فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة والكبير فان صلى لنفسه فليطول ما شاء بيقول انا زنوب كتيرة وحاسس ان ربنا مش ممكن هيغفرلي عشان كده مش عايش تصلي اقول له احسن الظن بالله سبحانه وتعالى واكيد تأكد ان ربنا ارحم بيك من رحمة الام بتفلها الرضيع لو تبت ربنا هيبدل سيئاتك حسنات الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فالأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بيقول المشكلة ان انا ما بقدرش اخسر رجلية كل يوم خمس مرات صعب جدا صعب ان انا اخسر رجلية خمس مرات عشان اتوضى هقوله بسيطة حليلك المشكلة اخسر رجليك مرة واحدة اتوضى مرة واحدة واخسر رجليك والبس الشراب وانت متوضي لو كنت مقيم هتقدر تمسح على الشراب في خمس صلوات ولو كنت مسافر هتقدر تمسح على الشراب تلت ايام بلاياليهم بفضل الله من غير ما تخلع الشراب اظن كده المسألة بيت سهلة واحد بيقول انا ما بقدرش اصلي الا وانا قاعد فبكسف اصلي قدام الناس وانا قاعد عشان كده بطلت الصلاة اقول له لا يا سيدي مش قادر تصلي غير وانت قاعد صلي وانت قاعد والدين يسر وما فيش اجمل من كده صلي قائما فإلا متستطع فصلي جالسا فإلا متستطع فعلى جنب مش قادر تتوضى اتيمم ربنا يصلنا كل حاجة والدين يسر واحد بيقول خلاص انا بصراحة اقتناعت بكلامك تماما وان شاء الله هصلي من يوم الجمعة الجاية اقول له تضمن تعيش لبكرة اخوي وحبيبي الحق الحق بعد الحلقة دي بالله عليك بالله عليك ابوس ايدك ام توضى واسجد لله يمكن تكون اخر سجدة كان مرة شاب قاعد عاش حياته كلها على شرب الخمر وفي يوم القام قابلوا بعض الشباب الطيبين سلموا عليهم وطيبوا وخطروا كده وخدوا في حضنهم وحطوا تقعد معانا شوية في جنة الدنيا قالوا فين قلوا ببيت ربنا فإحني لما القاموا عملوا حلو كده راح البيت ودخل خبط على الباب كان دايما متعاود يخش يشتم ويسب ففتحت امه الباب فالله السلام عليكم قاعدوا الشر بره بيدي حبيبي انت عيان قالوا انا الحمد لله انا خفيت دخل اغتسل وتوضى ولبس لبس نضيف وراح للمسجد وكانت صلاة المغرب وقام يصلي خلف الامام ومع اول سجدة فاضت روحوه الى بارئة جل وعلا يمكن تكون اخر سجدة خيوة حبيبي مين اللي هيجدد البايع النهاردة مع رسول الله ويبدأ يصلي من اللي دي ويبقى هو المصارع اللي قدر ينتصر على الشيطان وقدر يجيبوا بالضرب القضية وقدر يجيب لمس اكتاف ان شاء الله من النهاردة نتمنى ان كل اللي سمعنا محدش فيهم سواء رجل او امرأة محدش فيهم هيفرط في الصلاة ابدا او سواء كان طفل صغير او صبي صغير ان شاء الله محدش هيفرط في الصلاة الاسر كلها تجتمع وكلنا نصلي واللي اصر التاني يذكروا بالله بدل ما نبعت مسجات وكلام حب وكلام ابعتوا مسجات فكروا بعض بصلاة الفجر فكروا بعض بصيام الاثنين والخميس فكروا بعض بصلاة الترويح فكروا بعض بقرية الكرآن فكروا بعض بذكر الله بالاستغفار بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت كلمات بسيطة في درسين متكملين ولا بعض بعنوان صراع مع هاجر الصلاة ان شاء الله ما فيش هاجر للصلاة بعد النهاردة ربنا يجمعنا واياكم ونكون يوم الايامة في ارض المحشر كلنا ساجدين لله سبحانه تعالى ونحن نشرب من حوض رسول الله ونخش معاه الجنة صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنوبنا اصطر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا ميتة طيبة ونحن سجود بين يديك يا رب العالمين اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا واكمم لنا اللذة يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مذرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله صحبه وسلم والله بحبك في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة